السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أسأل الله عز وجل ونحن في ليلة الخامس والعشرين من رمضان أن يبلغني وإياكم رضاة وأن يعفو عنا إنه على كل شيء قدير ولكن يعني الإنسان واجب عليه أن يبشر الناس بالخير وإن كان هناك إساءة لهذا الدين أو لهذا البلد أسأل الله أن يجعل مصر أمناً أماناً وسائر بلاد الإسلام والمسلمين فواجب على من منى الله عليهم بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح أن يحذر الناس من أصحاب الأهواء الذين يتبعون خطوات الشيطان الشيطان سول لهم وأملى لهم قالوا عليه الشيخ علي جمعة أراه بكل ابتسامة وكل فخر بيفتخر قوي 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 إنه متصور فين يا طرى يا طرى في كربلاء ينهر أبيض حسبنا الله هو أن يعمل وكيل طيب ده كان هناك بيعمل إيه؟ راح يتعلم السنة راح يدرس العقيدة مش عارف بالضبط إيه اللي هو يروح كربلاء في العراق ومتصور صورة كده فربنا يصورها على هذا البلد ولكن اللي يفكر بأي إئساءة إلى مصر ربنا يقسم ظهره أسأل الله عز وجل لكل من يريد الخير لهذا البلد مصر أسأل الله أن يوفقه لكل خير ومن أراد السوء والشر لشباب مصر وبنات مصر يفكر لهم في التشيع أو في الإلحاد أسأل الله أن ينتقن منه شر انتقام أيا كان فبلد مصر يعني سبحان الله مصر بلد القرآن وبلد الأزهر وبلد السنة وأسأل الله عز وجل أن يوحد صف المسلمين في مصر وفي كل مكان يا جماعة فيه ناس كتير كيتمخدوعة فيه واحد زي على الجمعة ووحد زي وسيم يوسف غيره 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 كتير كتير فهؤلاء اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير هلم فضلوا وأضلوا والله يخطر ببالي الآن لما نبع للسلام سيدنا حذيفة بيسأله وبيقول له يا رسول الله صف لنا دعاة على أبواب جهنم قال هم كالطب للأجوف يعني سبحان الله يسمعون بعيد وباطنهم من الخيرات خاون يعني إن قالت أعمالهم للناس هلموا إلينا تقول أفعالهم لا تسمعوا إلينا فدون معروفين إنهم بيحوروا معروفين إنهم بيغشوا الناس معروفين إنهم بيدوا فتاوى كاذبة ما كانوا بقوله المسيلمة الكذاب والله يا مسيلمة إنك تعلم أننا نعلم أنك كذاب هم عرفين ما بيكذبهم على الناس وعرفين بيضحكوا على الناس ولكن فيه عقول كثيرة مغيبة فيه عقول كثيرة مغيبة أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعني فيلي تكذب في الفتاوى وإنت متأكد كن على حذر وأعلم بأن هناك نار نار فأنذرتكم نارا تلظى لا يصله إلا الأشق وأهتكذب على النبى عليه الصلاة والسلام وتزور الفتاوى وتحذل الحرام وتحرم الحلال اتق الله يا عبد الله أيا كنت سواء عالم ما تتغرش بالعلم والله إن إنسانه معه علم بسيط ويتواضع إلى الله ويخلص لبلده ربنا هيمكن له وربنا هيحفظه وربنا هيسخر له اللي يمصره ويساعده على تبليغ الدعوة إلى الله ودعوك لسهب ربك بالحكمة والموادات الحسنة وبتالي كفاكنا طورت عليكم الفيديو ده ولكن حذروا الناس من عصابة الإرجاف أسأل الله أني نجيين وإياكم منها والسلام عليكم اشتركوا في القناة